اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار بالعفو الملكي على مزارع القنة بالهندي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الملك والشعب تفضل الملك محمد السادس فاصدر امره بالعفو على مجموعة من الاشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة والبلغ عددهم 685 شخصا وبنفس المناسبة تفضل الملك باسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين او المتابعين او المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنة بالهندي الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من العفو ووكالة تقنين القنة بالهندي تبرز الاثر الاجتماعي والاقتصادي للعفو الملكي اكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنة بالهندي محمد القروج ان العفو الملكي عن المدانين او المتابعين او المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنة بالهندي سيمكن من انخراط مكثف للفلاحين والمنتجين والمزارعين في مصاري تقنين هذه المادة نظرا لخبرتهم بالمجال واضف القروج في تصريحات صحفية ان العفو الملكي السامي يشكل مرحلة مفصلية ونقطة تحول في القطع مع زراعات غير مشروعة وتعويضها بزراعات مشروعة وانشطة بديلة وعفو ملكي بمناسبة عيد الشباب بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة اصدر الملك محمد السادس امره بالعفو على مجموعة من الاشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وحسب نص بلاغ وزارة العدل فان العفو الملكي بمناسبة عيد الشباب شمل 708 اشخاص وورقة بنكية جديدة من فئة 20 درهمان طرح بنك المغرب للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 20 درهمان ابتداء من الاربعاء في اطار الاحتفاء بعيد الشباب واضح بنك المغرب ان الورقة البنكية الجديدة من فئة 20 درهمان والتي تطرح في اطار اصدار سلسلة من الاوراق البنكية والقطع النقدية تصلط الضوء على التراث المعماري المغربي الغني والتطور السوسيو ثقافي للمغرب والمغرب يشارك في اجتماع عربي حول مخاطر الكوارث انطلقت الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اعمال الاجتماع الثاني لوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث ومثل المملكة في هذا الاجتماع وفد ضم على الخصوص مسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة والمديرية العامة للوقاية المدنية والى مجلس السلم والامنة التابعة للاتحاد الافريقي حيث شارك المغرب في نقاش حول دور التعليم الشامل في حالات النزاع بافريقيا ولفت الوفد المغربي المشارك بهذه التظاهرة الى ان المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس جعلت من التعليم ركيزة اساسية للتعاون الدولي خصوصا مع البلدان الافريقية الشقيقة ومستقبل مكافحة الامراض بافريقيا يجمع خبراء بادس ابابا احتضنت العاصمة الاثيوبية اادس ابابا بحر الاسبوع لقاء طبي شارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف الدول القارة بينهم مغاربة وارتكزت المداخلات خلال هذا اللقاء على اهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الامراض وتؤكد مشاركة المغرب في هذا اللقاء على دوره المحوري في تعزيز التعاون مع البلدان الافريقية في المجال السحي بعد دوره الطلائعي خلال فترة الجائحة السحية كوفيد-19 ومخيم وكالة بيت مال القدس الشريف يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة تميز برنامج المخيم الصيفي بالقدس الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة السبعة عشر مؤسسة مقدسية بإقامة مخيم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ويهدف هذا المخيم إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم إلى جانب أقرانهم الأسوية وإلى مستجدات الإحصاء عقد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي الخميس لقاء بالداخل كمحطة أولى ضمن جولة تشمل مختلف ربع المملكة تهدف إلى تسليط الضوء على العملية الإحصائية وأوضح لحليمي خلال هذا اللقاء أن التعبئة الشاملة تعتبر عنوانا لنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 التي ستنطلق في جسنبير المقبل والختم رياضي من دور أبطال إفريقيا يستقبل فريق رجاء الرياضي اليوم السبت على أرضية ملعب العرب الزاوري بالدار البيضاء فريق الحرس الوطني للنيجر برسم لقاء العودة للدور التمهيدي الأول لدور أبطال إفريقيا ويسعى فريق رجاء الرياضي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تنضاف لفوزه بلقاء الذهاب وتؤهله إلى الدور التمهيدي الثاني من جانبه يلاقي فريق الجيش الملكي غدا الأحد فريق ريموستارز من نيجيريا في مباراة يعقد عليها آمانا كبيرة لتعويض خسارة مقابلة الذهاب شكرا على المتابعة إلى اللقاء